اشهد معالي سيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى بنتائج زيارة التي يقوم بها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للمملكة المتحدة ودورها في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين الصديقين معالي رئيس مجلس الشورى شارع إلى أنما شهدته زيارة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يبين المستوى العالي من الاهتمام بتنمية العلاقات القائمة ودورها الاستراتيجي لخدمة المصالح المشتركة وحفظ الأمن والاستقرار الإقليمية والدولية منوه أن معالي بما تم الاعلان عنه من مبادرات اقتصادية مشتركة وما تم التوقيع عليه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم خلال الزيارة التي تمثل دفعا إضافيا للتقدم المحرز في مجالات التعاون والتنسيق بين البلدين الصديقين ولفت معالي لأن هذه الزيارة تعكس حرص سموه على استمرار التواصل بأعلى مستوياته مع الدول الصديقة مضيفا أن الدورة الكبيرة الذي يطلع به سموه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وزيارات سموه الدولية المؤثرة خاصة للدول الكبرى أسهم في تحقيق الكثير من الإنجازات الدبلوماسية والسياسية للمملكة